النهاردة بالمناسبة الوينش وزيزو رجعوا من منتخب مصر قطعوا المعسكر ورجعوا الى نادي الزمالك طبعا قصة طويلة خلال الايام اللي فاتت داد كانت بتحصل ما بين الزمالك وما بين الاتحاد المصري اللي كرة القدم الزمالك كان بيشتكي من فكرة انه ازاي احنا نروح التمرين الصبح نبص اللاقي العيبة بتاعت الزمالك قصة مش موجودة مش موجودة في معسكر الفريق واما عندهم مطشط وحاجات شبه كده فقال لك لا اصلوا اللعيبة انضمت للمنتخب اه طب بس هي ما اتبعت لناش فاكسات رسمية للعيبة فالزمالك طبعا بقى عندهم مشكلة في الحتة ديت وحصلت قزمة كبيرة جدا جدا وتفقمت الى ابعت حد وحصل تدخلات من سواء امير مرتضى المشرف العام على كرة القدم من نادي الزمالك او الاستاذ مرتضى منصور رئيس النادي مع الاستاذ جمال العلام رئيس الاتحاد او الاستاذ خالد غرابة المدير الاداري للمنتخب لبحث المسألة كان الموضوع كان وصل الى يعني نقطة كبيرة جدا لازمة كانت وصلت الى اعلى مستوياتها ثم وصلوا الى اتفاق انه يسيبوا اتنين لعيبة وياخدوا اتنين لعيبة لانه الزمالك زي ما حضرككم عارفين اكيد وامتبعين خلال الفترة اللي فاتت عدد اللعيبة اللي موجودة عندهم 13 لعيب يمكن هيلعبوا المباراة المقبلة اللي هتبقى يوم 25 ومنتخب مع بطل تشاد ومنتخب مصحب عنده مباراة وده اخرى يوم 27 طب اللي احنا بنتكلم فيه ايه بقى برضو هي الفكرة اللي مزالت مسيطرة على الاجواء هي بقى الفكرة التي مزالت مسيطرة على الاجواء ومش بنتكلم فيها بقى من سنين فاتت ولا بقى لنا ما شاء الله يمكن بتحوالي 10-15 سنوية مسألة غياب التنسيق المستمر وانه يعني يبقى الاندية عارفة ما لها وما عليها والتخطيط يبقى ماشي بشكل كويس والتحاد الكرة بقى واخد قررته بشكل واضح والامور تبقى ماشي كويس بحيث ان الاندية تقدر تستفيد من لعيبتها والمنتخب في الوقت اللي يحتاج اللعايبة بتاعته لا اللعايبة كلها موجودة لكن للأسف لسه برضو احنا بنعمل المشاكل دي ولسه بنقع فيها فتكتر الازمات فتكتر المشاكل فيتدخل الجمهور يخش في الموضوع فتبقى احنا بنتكلم فيه مش في كرة نتكلم في خناءة فانا والله العظيم لو بتمنى فعلا حاجة المسم ده انا ما تكلمش في خناءات يعني انا لو بتمنى حاجة وانا دخل المسم ده مخطي برجلك اليمين وخش اتمنى ان انا اتكلم في الكرة بس عايز اعد اتكلم في ازاي بقى الفرق دي بتخطط وتلعب واحنا مزودين الجرعة الفنية بالمناسبة المسم ده فيعني حيب عندنا شغل فني كمان كتير المسم ده ان شاء الله بإذن الله وبما احنا بنتكلم في الجزية دي فانا اتمنى ان احنا يعني نروح في السكة دي اكتر زي ما كنت بتمنى الحقيقة يعني كنت بتمنى وده ما حصلش ان انا شوف دوري مصري مختلف من حيث عدد الفرق مش من حيث عدد الفرق عشان ابقى دقيق يا اعم حيث عدد المباراة التي اتخذها الفرق فكنت انتظر انه ما يتلعبش الدوري بنفس شكله القديم بتاع 18 فريق بتاع الدورين كنت استنى او كنت اتمنى ان هو يتعمل له شكل يختزل فيه لكنه ليه الاسف ما اتخدش هذا القرار انا بقولك انه لو كانت تاخد القرار السنادي لمصلحة الاندية كلها ولو مصلحة المنتخب ولا مصلحة كل الناس اللي بتتكلم في القصة دي دوري دا كان يخلص بدري دنيا تبقى مرتاحة من غير ضغوط من غير ضغوط يخلص بدري من غير ضغوط طب ما دولي دي يقولك احنا هنحاول بس انا بقولك بتكر كلامي تلاتة وعشرين سبتمبر عشرين اتنين وعشرين شوف حيقولك مش هنأجل حيقولك لا مؤجلات حيقولك اصل ما عرفش كزا والله العظيمة على عيني وعلى راسي انا مش بقول مسبقا بس انا بقولك هيحصل تأجيل عافي انت بظلطة كاي زي ما تكون انت ايه راح الشغل اول مرة كده فراح بتلمع كده وبتاعه فراح بدري اوي لابس في الشياكة وبتاعه وصح فاق كده ودنيتك حلوة راح شغل اول يوم فالدنيا بالنسبة لك رائع وده اللي بيحصل معنا بداية كل موسم كده كل بقى راح فاق كده كله راح يلعب الدوري ومبسوط ثم قابلني بعد شهر من البتاع تلاقي نفسك صحي عام خاملان كيقص مش حاسي صحي يعني فهمم وظروفك صعبة جدا 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 معلم بالله ربنا وقام بعمصك وحالتك صعبة جدا ويا دوب لو وصلت شغلك وانت متأخر ساعة يبقى دا كرب من عند ربنا فهمم وبما ان احنا ما بيناش في زمن امضي مكانك فاحنا في زمن البصمة دلوقتي فحيتخصم عليك حيتخصم عليك للأسف احنا ما متخصمش على حد من الان دي هتقيس كده كمان بعد ثلاث شهور قدام كله هيفطس منك كله هيفطس ما بقولك كله هيفطس خش في افريقيا وخش في بتاعه وخش في بتاعه كله ومضيب وشوف وعمل وابتاعه وسوي وكده وحيطلب مؤجلات وحيتأجل والدنيا هتبقى كده طيب انا كنت اشوف انه لانه دا هيحصل لانه دا هيحصل ولانه يحصل ضغوط كبيرة جدا وديكوا شفتوا احنا بنتكلم انه اللعيبة لعيبة المنتخب ولعيبة الدوري المصري اقسم بالله مع اخر الدوري اصعب عليك على الهم حليل اصعب عليك جلوكوز يا باشا وحطله تنفه الصناعي ما هو ما فيش بقى هجيب منين خلص فلو السنة دي كنا عملنا كده كده الدنيا تمشي كويس لأسف لأسف